حسب ما وردنا أن بنود هذه الاتفاقية عفواً هذه الورقة التي ستطرح بعد قليل على التيار الصدري وعلى كل من يروم للدخول في مفاوضات اللحظة الأخيرة خلي نسميها هناك سيتنازلون حسب ما وصلنا الإطار عن الوزارات 12 وزارة ستكون التيار بقبال ذلك يجب أن تعطى لهم هيئات رقابية وهذه الهيئات يجب أن يشرك في صناعة القرار وأن يأخذ رأي الإطار في اختيار رئيس الجمهورية وكذلك رئيس البرلمان كذلك شدد على أن الكتلة الأكبر هي من مخرجات يعني البيت الشيعي يجب أن يخرج رئيس الوزراء بالتوافق مع الإطار الشيعي مكتملاً سواء إطار أو تيار هذا مجمل فحوى هذه البنود هذه الورقة التي ستعرض بعد قليل ولكن السؤال المهم والصعب والمعقد هل سيقبل التيار الصدري مثلاً على بنود هذه الورقة أو بتقدير أن السيد مقتدى الصدر والتحالف دعونا نسميه الثلاثي اليوم يعني كان هناك بيان مشترك أكدوا أن لا مناس من خروج من هذا التحالف ولن يفرط عقد هذا التحالف بعد ذلك هل سيد الصدر والتحالف سيقبلون ببنود هذه الورقة أنا أعتقد أنه قد قطعت طريقة السيد الصدر حينما قال لا أتوافق معكم أي هي ذات جزم ولا يمكن بعد ذلك التوافق والعودة إلى الكعكة كما سماها والانسداد كما أسمه أفضل من التوافق أنا أعتقد أن ساعات اللحظة الأخيرة وهذه الأيام الباقية ستكون حاسمة خصوصاً أن المحكمة الاتحادية بدأت تلوح بحل البرلمان اشتركوا في القناة